مشاهدي قناة أنفاس أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنفاس بور حلقة اليوم سنخصصها لمباراة الديربي التي ستجمع الولاد بالرجاء ولتصلية الضوء على الموضوع يحضر معنا بالستوديو مجيد الخال محلل رياضي أهلا وسهلا أهلا موقع أنفاس بورس وسعيدة وجدنا أهلا بك مجيد مجيد إذا كنت تذكر الديربي عاش من جموعة أو المراحل من التهجير والتغريب من خارج كازا الدباغ الذي نرى أنه يتلعب ويكله كيف ترى هذه المسألة؟ نحن كنا نعرف أن الفرجة في الديربي تكون أكثر في المدرجات أكثر من داخل رحوات الملعب وكنا نتمنى أنه يكون جمهور نظرا للترتيب العالمي الذي يصنف في الديربي دير الضار بيضاء وكذلك القيمة التي تتعطيها لقرية القادمة الوطنية ولكننا نعرف الأسباب التي جعلت أنه في هذه السنة يكون ويكله تهيئة مركب محمد الخاميس كذلك الطرفية التي تتمر بنا فرح الولاد الرياضي وكذلك نعرف أن تحاقه الآن بين جمهور الفرحين وكنا نرى أنه من الأحسن أنه يكون مباراة بدون جمهور تفاديا لعدة الأشياء التي نحن في غناء وكنا نتكشف أن ديربي بدون جمهور بحال بدون ملاحب الدولة؟ لا بالفعل كرة الحادمة بدون جمهور من غير ديربي فكننا نعرف أنه جمهور خصوصا في كرة الحادمة الموطنية فهو رقم واحد لأنه لا يمكن أن يعطيه من فرجة داخل مدراجات وكذلك الإعطاء الحماس للعبين لكي يؤديوه بشكل جيد ولكننا نعرف بأنه لا يمكن أن تكون لها الضرفية التي تحتم بعض الأشياء وكان هذه الفترات ندوز منها كرة الحادمة الموطنية خصوصا في التعياء الملاعب فجميع الفرح قسم من سبره لأنه من هنا في 2025 إلى 2025 إلى 2025 في أنه يكون هناك ملاعب جاهزة فهو ستغيير عدة الأشياء وترجمه يكون هو واعي بدل مسألة وخصوه هذه الفترات تمر بسالة وإن شاء الله يعود المياه المجاليها ونشوفه الديربيات كما كنت نشوفه من قبل ونحن نشوف المباراة بلا جمهور لماذا تنشي ملعب خارج كذا؟ لماذا تنشي البرمجة اليلة في ملعب داخل كذا؟ بفعل فهذا سؤال كان لكم تروحوا وكان عندي أحد الأصدقاء وكان عندي اعتراح آخر ويتلعب في بلد خارج العربي أو بلد عربي مثلا يتلعب في القائرة أو يتلعب في دبي أو يتلعب في قطر ويكونوا جاريين مغربية وتقتل جانبات المركب لأننا نعرفوا جاريين مغربية بكثرة ونحن نشوفه بممتاز ولكن نحن لم نعرفوا الأشياء التي كانت دور داخل كأصبات القرط الاحترافية وملكتها تحت سمع لهم هذه الأشياء ولذلك نشوف أنه مدينة المحمدية نظرا للملعب البعد دياله من المدينة كذلك في المقاعد دياله فكانوا أنه يلعبوا لكي لأن الجماهير لا تدد بلاسات حد التيران يكون واحد حواجز أمنية بشأن المقاعدة تتمر بسانا مجيد كتاب عندنا تأجي الأخيرة ديال الوداد فيها واحد دوع من التداب دوبار تعطور ما كنت نشوف أن هذا الشيء سيؤثر على العطاء اللائبين في المباراة ديال ديربي فعلا في استمرارية ديال فارق في حظ الألقاب ديما تطلب عدة أشياء أول شيء هو يكون عندك جمهور كبير فارق الوداد عنده جمهور المشكلة ديال تسير فالآن كنعرفوا مشاكل كنت تتخبط فارق الوداد في الجانب كذلك التركيبة البشرية فكنتظن أنه جميع الودادين الآن عارفين بأن انتدابات ما كانتش في المستوى مع احترامات لبعد اللاعبين ولكن قدر أن هذا اللاعب يكون بشكل فارق آخر يكون أعطاء دياله أحسن ولكن النوعية والجودة ديال اللاعبين اللي كي يتسايد منه بداية فهيخص يكون عند طابع خاص وصوصا تحمل ديال كل ما هو ديال ورابع شيء واللي كنعرفوه أنه الطاقم التعاني والتغيير دياله بشكل مستمر فهذه غير الخير بالدلال دياله على المجموعة لأنه احنا كنعرفوه الاستمرارية ديال العمل ديال المدريب المجيء ديال منظرتي يفضل فيها فقدر أنه باقي ما الأفكار دياله التاكسيكية باقي ما غير يفهموه اش اللاعبين في هذه المدة الحسارة لأنه منذ المجيء دياله الآن فما كانت فقط فترة توقفه كين مباريات مؤجلة كين مباريات الكأس الكاف كأس رصبات الأبطال وكذلك مقابلة ديربي فقدر في الشهر اللي سيكون في توقف ديال البطولة يعطي أنه نشوف منظرتي كيف يتعامل مع المجموعة كيف يتعامل مع المجموعة كيف يتعامل مجيء تكلمتي على الجانب الدهني كيف تشوف أن مباراة محل من ديربي كتحتاج الإعداد الدهني أو لتحضير البداني كيف يغلب الجانب عليها أكثر؟ في كنون أند كانت تكلم عن الدورة 14 فسعيب أن نتكلم عن الجانب البداني وكذلك الجانب التلقني والتكتيكي فالجانب البداني يجب أن يكون عنده دور مهم كنا نعرف عن مباراة ديربي منذ مدة فأي فارح أو خام يكون مشتنات يجداله إيجابية في هذه الفترة ولكن يوم الديربي يكون متميز كنا نعرف بأنه يكون عوامي الخارجي التي تأطرع اللاعبين فكان نعرف بأنه اللاعبين خصوصاً يكونوا ساكن في الدار بيضاء يكونوا ملدر بهم، يكونوا تحفيز، العائلة، النقل التلفزيوني يعرف بأنه اللاعب خصوبياً في هذه المقابلة لأنك تكون متابعة دير بعض الوكالة اللاعبين فعدة أشياء تدخل في هذه المباراة من غير جانب البداني وكذلك الحق من أنه جانب الديني عنده دور مهم في مقابلة الديربي وكذلك يكون بريباري دينياً أكثر رغم أنه الآن في الأخيرة فكنت تكلم عن فريق الراجع كانوا واحد استفاقاء، كانوا واحد نتائج إيجابية مع زينباور كذلك التركيب البشرية وعمل التدور اللاعبين فيها ممتازة عكس فرع الويداد في هذه الأخيرة كانوا نتائج إيجابية وكذلك يفضل مباراة كذلك تتوضع الجانبين وكذلك نرى مباراة أخرى قد نرى الويداد يكون تميز، قد نرى الاستمرار لدينا نتائج إيجابية من صباحة رياض قد نقول هذه توقعات المباراة؟ أنا كنقول بأنه مقابلة ستكون صعبة للطرفة لأنه الآن الويداد عند فرصة أنها تصالح مع الجمهور نظراً لأنها إيجابية في الأول الأخير وكذلك فرع الراجع على هذه الاستفاقات فغير يبغيب أنه واجد هذه السبب باش أنه يلعب على بطورة فكنتظن أنه مقابلة تقدر تمشي تساعدهم نشكرك مجيد على كل هذه التعليفات مرحبا وتشرفنا بالحضور ديالك شرف يا شرف يا توجد نعطم إلى اللقاء مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أنفاس فور شكراً للطاقم التقني المرافق وإلى اللقاء